استقر الجهاز الفن الإسماعيلي على اختيار الحارسين أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد للاعتماد على أحدهما أساسي والآخر بديل خلال مباراة بيرامدز في الأسبوع السابع للدور الممتاز والمحدد موعدها الرابعة عصر السلساء باستاد الدفاع الجو بالتجمع الخامس بالقهرة فيما يتخلف محمد فوزي ومحمد حسن ومحمد مخلوف لاستكمال برنامجهم العلاجي وقال حمد إبراهيم المدارب العام للإسماعيلي أن هناك حالة من الاستنفار الشديد بين اللاعبين قبل مواجهة نادي بيرامدز نظرا لتركزهم في استيعاب التعليمات الفنية الصدر إليهم تمهيدا لتنفذها أثناء سير أحداث المباراة التي نتوقحها قوية ومسيرة بين الفريقين أصحاب الأرض والدرويش وأضاف أن الوحدات التدريبية الأخيرة للعب الإسماعيلي شهدت التركيز على كيفية رقابتهم الأوراق الرابحة في صفوف نادي بيرامدز والحد من خطورتها والتحول السريع للهجوم عند امتلاكنا للكرة للبحث عن سرعة التهديف في شباك الخص وأشار المدرب العامل الإسماعيلي إلى أن إهاب جلال يعلم أن نادي بيرامدز يمتلك قوة بشرية لبأس بها سواء العناصر الأساسية أو البدلاء لهم ويستطيع مدربهم البرتغالي باتشيكو أن يوظفهم حسب فكره الفني عند مواجهة فريقنا وأضاف أن تشكيل الإسماعيل المنتظر أمام بيرامدز لن يدخل عليه تغييرات جزرية عن آخر لقاء قبل توقف المسابقة المحلية مع الطلائع إلا في حدود ضيقة قد ترجع بسبب لعنة الإصابات التي طررت بعض نجمنا وأكد حمد إبراهيم أن لعبة كرة القدم تعطي دوما من يبزل العطاء لها ويتحلى بالروح القتالية داخل المستطيل الأخضر ونحن وجهنا لاعبين الكبار والصاعدين التعامل مع وراتهم غدا أمام بيرامدز بملعبها وفق هذا التوجه لضمان مجارات قوة المنافس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر